السلام عليكم نبدأ قول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السبعة الخير عليكم نهاركم مربوح ومبروك ان شاء الله لكم كامل خياتي اليوم نحضر معكم كروكي على بالي كامل تعرفوا الكروكي لكن كذكير فقط حاجة باش نسقهوا بها خفيفة ضريفة ومقادير بسيطة سهلين موجودين بإذن الله في كل منزل كروكي بالزيت نسحقوا فيه ربعة حبات تاع البيض نديروا ثلاثة كاملين والربعة نديروا البيض والصفان نخلوه بجيه باش ندهنوا بيه الحبات تاع الكروكي تاوعنا نسحقوا كاس ناقص دودوة ولا زوج اصابع تاع السكر بلا ما ننسوا القرصة تاع الملح ونبدأو نخدمو هاداك السكر مليح مليح بالفوي فقط حتى يدوبنا هاداك السكر ومبعد عنا كاس نفس المقدار تاع السكر هو نفسه تاع الزيت نبدأو نضيفو الزيت غير بالعقل مع التحريك المستمر حتى يتجنسو كامل مقادير ويبيض الخليط بتاعنا شوية من جهة واحدة اخرى نبدأو نضيفو الفارينة كيما كنت شفوه عملية سهلة ومقادير بسيطة على بلي هادا المصفة السهلة خياتي حبيت بك نذكركم هكا وحدا تلقا باش دير حاجة تسقهوا بها فقط هايليك عندنا هاي دينا حوالي ربع كيسان تاع فارينة هنا استعملتك فارينة سيم درت ازوج كيسان لولين درت معاهم كيس خاميرا تاع الحلواء درت معاهم ملعاقة كبيرة ملعاقة صغيرة مع امرا مليح تاع لفاني تقدس تعملوا مبشور ليمون تقدس تنكهو باي حاجة تكون عندكم هايليك ونبدأو نضيف الكاس تاع الفارينة روح معه غير بالعقل هنا دالي ربع كيسان هالك الكاس تاع الفارينة التالك نكمله كامل والرابع نضيفه غير بالعقل نخلي منه شوية المهم خياتي لابات تاعكم ما لازمش تكون شاده بزاف باش يجيكم هادا الكروك يخفيف وشيش يجيكم الطريق ويقعد لكم اطول مدة ممكنه الطريق هايليك هاو الكاس الرابع نبدأ نضيفه غير بشوية خياتي ما رايحاش نديروه كامل نخلي منو شوية المفيدة تقعد عندكم العجينة كي مرا كون تشوفو تتلاسق في اليدين هايليك لستحن شد كي تكون العجينة تاعنا مع اللخات تتلاسق ما نقدروش نخدمو بيها ندهنو يدنا بشوية زيت ونبدأو نشكلو في الكروكي تاعنا انا هادا الكمية اللي درتها داتلي اه زوج كما اقولو زوج مستطيلة تعال تاع الكروكي بواسط الزيت بديت نشكل في الحبات تاع الكروكي تاعي من جهة واحد اخرى سخلو الفرخيات على درجة حرارة 180 درجة نشعلوه من تحتها ونجيب سنيوان ندير فيها اه ورقة الطهي هايليك نحط الحبات تاع الولى اللي البودان تاع الكروكي تاعنا في السنيوالي فيها بابي كويسان ونبدأو نسويلو في الجواني بتاعو من الاحزن تستعملو لكوبات باش يجيكم الشكل تاعو شبابوي ج Releaseyes هايليك حبة ولا الصفر تاع الحبة تاع المبيد لاخلينا اه درتالو شوية عطر الشوكولات تقدوا تستعملو شوية تعال القهوة تقدوا تستعملوا عطر الكارامل المفيد باش النحواуля وهاديك الرحة تاع 2000 أو من جهة يجيكم경 الحامق خياتrus كما نديرو الصفر برك كي نديرو هاد المعطيرات ساسوا قهوة ساسوا عطر الشوكولة ولا عطر الكاراميل رايح نتحصلو على اللون تاعو هاداك الشباب اللي كما نشوفوه في المقاهي وفي المحلات اللي بيعوه الحلوة نبدأ ندهن في الوجه تاع الكروكي التاعي ومبعد بواسطة آآ فرشيطة ندير هادو الخطوط خياتي هناك تافيت بخطوط وحدة تقدروا زيغ 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 رايح نتحصلو على شكل بلو شغجي على هادا هاي لك خياتي هنا نمسخنا الفور كي ما قد كون على مية ثمانين دراجات درتو طيب ومبعد لتحميره الشباب من الفوق شوفو كيفاش تحصلنا عليه ما يتشق ما ولو علاش العجينة تاعنا خليناها طرياصة في كروكي تاعنا ما رايحش ينشق مشي لو كان كي ما تنشفوها ينشق ويولي الشكل تاعو ماشي شباب اهنا نقطعو مستطيلات كي ما را كنت شوفو خياتي اهنا مازالو سخون لازم يكون سخون تقطعوه مشي حتى يبرد وهو سخون تقطعوه باش ما يتفتتش وما يتكسرش معاكم اهنا بعد ما قطعتوه شوفو كيفاش طاب الشباب ويجي متقو بقاعد داخل جام ما شاء الله اهنا نعاود نسوي هدوك المرسوات على الكروكي بالجناب ونزيد نحمرهم هما كذلك على الجنب اللول والجنب الثاني تزيد وتعطوهم تحمير الشباب وفي الاخير هاو الكروكي تاعنا خياتي تاكلوه بالصحة ولهنا ان شاء الله وتستمتعو به انتوما وافراد العائلة نحقنا نهاية الفيديو خياتي ما بقى لغين قولكم دمتم في علاية الله وحفظه ومع السلامة اشتركوا في القناة